استمرار إيران في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطنها ولسيما من المعارضين كان محل تنديد المشاركين في هذا المؤتمر حيث تشير تقارير إلى أن إيران أعدمت أكثر من 120 ألف شخص منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي العام 2017 احتلت إيران المرتبة الأولى على مستوى العالم بين الدول التي نفذت هذه العقوبة بحق مواطنها أنا هنا اليوم والأسبوع الماضي كنت في جينيف من أجل هذه القضية وخطاب مزال كما هو يجب وقف عقوبة الإعدام في إيران أؤكد أنني إلى جانب المقاومة الإيرانية الديمقراطية التي تناضل ضد نظام الملال الشمولي إن كان ذلك في إيران أو غيرها وتعالت أصوات في هذا المؤتمر تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عما سميت مجزرة صيف 1988 والتي قتل فيها 30 ألف معتقلا سياسيا جئت لأستنكر ما تقوم به إيران ولأؤكد إرادتنا على أننا لن نسكت ونريد ديمقراطية حقيقية يستحقها الشباب والشبات في إيران كما يستحقون العدالة والحكم العادل وحسب المعارضة الإيرانية فإن الإعدامات لم تتوقف في إيران ووصل عددها إلى 3500 حالة في عهد الرئيس حسن روحاني إلا أن أهمية هذا المؤتمر في أنه تزامن مع تسليم ألمانيا الدبلوماسي الإيراني في برلين المتهم بمحاولة تفجير مكان احتفال المعارضة في فيلبانت قرب باريس في حزيران يونيو الماضي تسليم الدبلوماسي الإيراني والذي هو رجل استخبارات حسب المحققين الألمان إنما يؤكد على وجود دلائل قوية على تورطه لهذا يجب على العدالة أن تأخذ مجرها لتصل إلى رأس الهرام حسب المنظمين فأن هذه الفعالية ستقام في مدن أوروبية وغربية عدة لمواكبة عمل لجنة حقوق الإنسان الإيرانية التابعة للمعارضة التي تسعى لتوثيق أكثر من 120 ألف حالة إعدام تمت في إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية توني شمي الحرة باريس